مرحبا بكم في قناة تحفة يوب وستهزأت بمبادئهم وحتى بخصوص الحجاب رغم كل تطولتها الآن العدلة الجزائرية تعطو عنها أخيرة وتفرج عنها وتخفف العقوبة بعد أن كان محكم عليها بعام حبس وتقوم بإعادتها لدولتها تونس الشقيقة هذا كله بعد منشدات خاصة من عائلة الأخيرة لرئيس بون لكي يافو عنها ويسمحها ويعيدها لتونس بدون حبس فقد تم الكشف أن مجلس قضاء الطرف أفرج عن المؤثرة التونسية دونيا القاني وسمح لها بالعودة إلى بلدها وكان قد تم توقيف دونيا القاني عبر المعبر الحدودي أم الطبول بوليات طرف وتقديمها أمام محكمة بالطرف بتهم تتعلق بالإساءة للغير والإدرار بالأمن لهم ونسبة أفعال غير صحيحة إلى موظف عمومي الأخيرة بعد خروجها من الحبس قدمت الاعتدار للجزائر شعبا وحكومة مؤكدة أنها تحترم الجزائر وأخطأت عندما وضعت الشعب الجزائر كله في سلة واحدة بتلك الاتهامات الباطلة والمتطولة التي قلتها في وقص فعال وغضب شديد وأنها لم تكن تنوي إحداث كل هذا الجدل والمشكلة شاكرت العدلة الجزائرية على قرار الإفراج عنها وإعادتها لتونس وأنها لن تعد فعلتها نهائيا ولن تقوم بأي تصريحات عدائية تشئيشة مجددا هذا وأصدار مجلس قد أطارف حكما يقتل بتخفيف العقوبة من سنة سجن نفدا إلى سنة موقفة النفاد وتتواجل دنيا القاني حاليا في الجزائر حتى استكمل إجراءات الإدارية لمغادرتها وكانت محكمة بطارف أصدرت حكما بحبس سنة نفدا في حق التونسية دنيا القاني مع غارة موملية قدرها 100 ألف دينار وتعويض للخزينة العمومية بقيمة 200 ألف دينار قبل أن يخفف مجلس القداء الحكم من النفاد إلى موقف النفاد وأشار فيديو للمؤترة التونسية دنيا القاني على الإنستغرام تضمن شتائم وإهانات للشعب والدولة الجزائرية ككل متيرة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك أطراف من عدة دول حاول استغلال الأمر لمحاولة إشعال فسنة بين البلدين شقيقين الجزائر وتونس اتفاقيات تاريخية بين الجزائر وإيطاليا وميلونيتا في بوعدها لرئيس بون مرممة الخلافات ولما تفعلت وكل ما ستفعله من إيطاليا للجزار هكذا فجأت عمار بن جمع في مجلس الأمن وتتصالحه معه كليا بداية رئيسة الوزراء الإيطالية جورج ياميلونيتا في بوعدها لرئيس بون وتأخذ أهم مكان بين كل حلفاء بما أن المصالح متبادلة ومتوازنة طبعا عكس مما الوضع سابقا مع فرنسا التي كانت سجيد الأولوية وتسهيلات في كل شيء والفائدة من طرف واحد لها دون أي مصالح للجزار لهذا توجهت الجزائر لحلفاء موتقين بمصالح مشتركة متوازنة تماما الآن مع إيطاليا التي منحها الرئيس بون الأولوية في بيع لها الغاز وإخراجها من أزمة الغاز الروسي ولبت الجزائر كل طلبات إيطاليا الغازية بدورها إيطاليا بقيادة ميلوني تسريع الشركات والوعود في العديد من المجالات الصناعية والفلاحية والعذكرية وهي التي تمكنت أيضا من إصلاح أي توطر كان ناشبا بينها وبين عمار بن جامع بسبب موقف لها داد عمار بن جامع في مجلس لامن سابقا وقبل أشهر يخص موقفها من وقف الأحداث ثم صحاحته والآن تقوم الأخيرة بتوجيه وفدها كله لدعم عمار بن جامع وقررته في مجلس لامن مصوتة له وتضغط أيضا لتجنب استعمال أمريكا للفيتو ضدها والشركات آخرها الآن دخول مفاجئ بتكتيفها للاستثمارات ببلادها في عدة مجالات وإرسال للجزائر وفدا مباشرة لمقر وزارة صناعة وصل وفد ممتل شركة إيفيكو لتصنيع المركبات الإيطالية وكذا حضر رئيس الشركة والسفر الإيطالي وعرض مشروع تصنيع سيارة النفعية من النوع المتوسط والتقيل وإيطاليا تضحت مصداقيتها الآن أكثر من باقي الشركات الصينية التي تمطلها في مباشرة تصنيع وعدم اتخاذ خطوات جدل بدأ فيها جعل الجزائر تضيق وتضغط عليهم للتوجه لبناء المصانع وتتريعها وليس فقط إرسال مستوردة وعدم احترام الاتفاقيات لهذا تقبلهم بالضغط كما فعلت مع شركة شيري وجيلي وغيرهم ممن بسبب الضغط المفروض حاليا يسير للالتزام بالعقود والتوجه للتصنيع أيضا لأن الجزائر هدفها تصنيع وليس الإسيراد فقط خاصة وأن الإسيراد معروض كحالين مؤقت ميلوني وعدت مجددا بدخول شركات إيطالية أخرى للسوق الجزائرية وتسريع إنتاج موديلات جديدة من سيارات فيات ونقل خبرات لتصبح الجزائر تصنعها كميلة من أسهار إلى أكبر مركبة وهذا كله بتوازي مع الخرجة الإيطالية الأخيرة عسكريا بإبرام اتفاقيات ضخمة مع الجيش الجزائري لنقل خبرات التصنيع للعتاد في أنواع متعددة شيئا فشيئا ظهر التفاصيل هذا المشروع الضخم والذي سيشمل الجزائر بأربع قطاعات رئيسية هي الطاقة والطاقات المتجردة زراعة والسحة التعليم العالي والجامعات التكوين وكانت بذلك البلد الوحيد تقريبا ألا لسيكون معنيا بهذا العدد من القطاعات فميلوني رسميا أخذت الكليا مكانة إسبانيا في الجزائر وتمكنت بالتوازي مع كل هذا أخذ مشاريع واتفاقيات ضخمة كان من المفترض أن تبرم بين الجزائر وإسبانيا في مجال لاس لكن مع توطر العلاقات الجزائرية الإسبانية ومسارعة ميلوني لاستغلال فورسا حتى تمكنت فعلا من نيل المكانة وباتت الحديث الأول للجزائر خاصة بأهلتها للتقة والمكانة كحديث موتوق يعمل بمصالح مشتركة الأهم هو أن الجزائر بالفعل تخلت عن فرنسا واستبدلتها بحلفاء جدد أقوى بكثير ويحصرمون الجزائر ويعملون بمصالح مشتركة عكس فرنسا محمود عباس يسارع للجزائر ويترجى رئيس بون بعد الغضب عليه وهذا ما يطلبه منه وكيف اختارت الجزائر سياسة جديدة مميزة مفيدة أحسن مما يطلبه محمود عباس بداية ومع تكتيف عباس للاتصالات مع سلطة الجزائرية ومباشرسا مع رئيس بون وإعلانه لزيارة الجزائر وإرسله قبل وصوله لوزير خارجيته وبعض المسؤولين مجددا محاولا إقناع وأرضاء رئيس بون ووضع النقاط على الحروف وكذا من جهات خارجته بتزامن مع المشروع الجديد تاريخي الذي تطرحه الجزائر في مجلس الأمن لوقف الأحداث الجارية وتهدف لتمريره ليكشف مراقبون عن رفض مؤكد من الجزائر لأي طلب مرتقب لمحمود عباس بخصوص دعم المالي المباشر له ولحكومته فالجزائر كانت تدعمه بسقاء وغيرت سياستها كليا حسب مراقبين بتوجيهها لكل المساعدات بدل المالية بالأغذية وكل ما يحتاجه الشعب هناك حتى بالملابس والأدوية والخير وغيرها الكثير حتى عرض مدهم بالغاز مجانا وأي شيء آخر تقدر عليه الجزائر أما الدعم المالي فبعيد والأولوي للمساعدات الإنسانية نهيك عن كون الجدل حول المساعدات المالية طفى على السطح قبل أشهر بعد تهمات داخلية لمحمود عباس بعدم شفافية في صرفها على شابه وحسب خبراء الجزائر وجدت ضلتها والفائدة في أرسل المساعدات مباشرة دون وصدها ولا أموال طائلة لترى صرف مباشر وعوائد لها وسريعة خاصة مع التديقات الكبيرة في الأشهر الأخيرة التي يعاني منها حتى محمود عباس وسلطته التي لم تعد لها أي دور منفوس لهذا محمود عباس مع زيارته للجزائر وكل وفود التي يرسلها واتصالته لمساعدة رب الرئيس يبدو أن الأخير يريد من جهة شكر رئيس بون والجزائر على جهدها الدبلوماسية وحشدها لتأييد الدول لموقف موحد خاص بوقف الأحداث وإعادة اليامار ومن جهة يريد دعم لسلطته بالمال وليدبر أمر المناطق التي يحكمها خاصة مع تفاقم أزمته بسرعة